حياكم الله مشاهدين الكرام ردنا لكم مع فقرة جديدة وكذلك أيضا أخبار متنوعة عندنا اليوم اليوم حبينا شوي نتكلم عن الصداقة وأنواع الصداقة وأيضا كذلك أيضا مفاهيم لراح نعرف عنها أمور كثيرة من خلال حوارنا مع ضيفتنا الأستاذة منال استعيد كوتش في الراحة النفسية والسعادة الأسرية صباح صلاب الخير صباح أهلا وسهلا أهلا فيك بالبداية دعنا نعرف مفهوم الصداقة التي طبعا مثل ما نعرفين طبعا كل زمان ولها أكيد لها صداقة غير وتغيرت أمور كثيرة فلما نعرف الصداقة بالماضي والوقت الحالي هل تغيرت أم لا نفس الوضع يعني أول شيء إذا نبي نعرف الصداقة نقول إيه نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية اللي تكون بين شخصين أو أكثر واللي تكون مبنية على الثقة وعلى المودة وطبعا أكيد على التعاون يعني هي الصداقة مرات تكون علاقة روحية يعني لأن مثلا هذا الشخص ما يقرب لي ما تكون بينه وبينها صلة دم ولا تكون بينه وبينها صلة روح فهذا يعني هي من العلاقات الاجتماعية اللي وايد منذ القدم وللحين هي مهمة مهم وجودها في حياة الإنسان أما بالنسبة هل اختلفت الصداقة بين الماضي والحاضر يعني أنا حس هو كل شيء يختلف حسب يعني مع الوقت كل شيء يتغير يعني حسب النمط الحياة حسب التطور اللي موجود مثلا فيه هذا الوقت المعيل فكل شيء يتغير مو بس الصداقة أكيد طيب يعني البعض ممكن يقول أن الصداقة بالماضي كانت أفضل الصداقة بالماضي كانت غير يعني كنا ممكن يقولون أن كانت الأمور أو كذلك العلاقات بشكل عام كانت مرتبطة أكثر من الحالي فهل اختلفت الصداقة ما بين زمان أول وحاليا؟ وهو يعني للأمانة يمكن كنظرة عامة الناس تحس أن قبل كان ما فيه شروط للصداقة يعني أن مثلا أنا ممكن أن أساعد هذا الشخص وما أنطر منه مساعدة أو ما أنطر منه أنه يرد لي مثل ما يقولوني يرد المساعدة لي أو أن أنا أحبه من غير قيود وشروط أرضى فيه مثل ما أوهو قبل كان يعني سبحان الله أحس تفكير الناس كان نوعا ما بسيط ما فيه تفصيل يعني كل شخص يعني ما يفلتر الشخص اللي جدامه يقبله مثل ما أوهو فالحين أتوقع أنه لأنه وعي الناس شوي ازداد تفكيرهم شوي صار أكثر يعني نوعا ما فيه تفصيل أكثر فيحب أنه يكون هذا الشخص شذي وشذي وشذي فيه فعشان شذي نحس الحين شوي الصداقة نوعا ما يعني أصعبت بس مو موجودة لا موجودة أكيد وموجودة أيضا بكثرة وممكن أيضا تكون علاقات قوية متينة يعني ممكن أقوى من أول بس هو حسب كل شخص وشلون نظرته للصداقة وشلون أنه ممكن أن يحافظ على هذا الصديق ويحافظ على هذه الصداقة بشكل مستمر في حياته ممكن نقدر نقول أنه يعني كل واحد وحسب تجاربه أي حسب تجاربه وحسب أهو أفسارا فبالتالي راح يكون أكيد علاقات أصدقاء أكيد راح تكون سلبية أول عكس صحيح بالضبط وهو شنحات مقياس للصداقة مثلا في ناس عندهم الصديق لازم يعطينيه في كل الوقت يعطيني بس ما أنا لازم أعطيه فهو هذا الشخص يأخذ يأخذ فالمقابل يتعب لأنه بحياتنا دائما بالعلاقات لازم يكون في توازن بين الأخذ والعطاء فما يصير أنا أطلب من شخص أنه لازم يعطيني 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 وأنا ما بيعطي فالحين أكيد مثل هذه العلاقات ما راح تتم فإيه شنو مقاييس للصداقة؟ أي شخص لا ينظر للصداقة أنه يأخذه عطاء أنا أعطيك وأنت تعطيني وتاخذ مني وأخذ منك فهذه مثل الممكنة هذه العلاقة تكون مستمرة في حسب مقاييس كل شخص ونظرته للصداقة طيب يعني في مثل ممكن يكون دارج يقول صاحب أكيد أكيد يعني نقول بشكل عام هل الصداقة ممكن تأثر على حياة الشخص نفسه؟ هل ممكن يكون يعني يرتقي لمناصب معينة كذلك أيضا لنجاحها في الحياة؟ أو كذلك أيضا نفس الصداقة هذه ممكن تؤثر على حياتها بشكل كبير سواء كانت كذلك على صعيد الاجتماعي أو حتى بالعمل بشكل عام هل هذه الفكرة صحيحة أو أنه مثلا نقال أو عندك سنظر أخلاحك مليون بالمئة صحيحة يعني تأثير الصديق على شخصية الصديقة يمكن يكون تأثير ما أبالغ هذا قلت يمكن 95% لأن هذا الشخص هو شخص تقريبا أنا قاعد أقضي معه وقت طويل خلال يومي أتبادل أفكار معه يكون مثل ما يقولون يعني بيننا تواصل روحي فأكيد أنا رح أتأثر بأفكار هذا الشخص طبعا فيه إذا الشخص أو إذا أحد يعني الله رزقه يعني بالنهاية هي الصداقة رزق يعني الصداقة الصالحة أو الصحبة الصالحة إذا شخص الله رزقه بصداقة طيبة وممكن يكون هذه الصداقة داعمة ممكن تصعد بالشخص لمستويات عالية وممكن العكس اللي أهمه مثل ما نقول عنهم الله يبعدنا عنهم أصدقاء السوء فبالفعل هي الصداقة ممكن أن ترفع الشخص وممكن لأ صداقة تسوي العكس مع الشخص الآخر يعني أكيد طبعا بما أنت يعني ذكرتي صديق السوء يعني ممكن واحد يكون مثلا ما عنده تجارب الحياة خصوصا فترة المراهقة يعني قاعد نشوف يعني ما عنده تجارب الحياة ممكن ما عنده مثلا شخص يوجه لطريق الصحيح أو يمكن يعني فيه أمور كثيرة أمالة نختلف عليها لكن في هذه الفترة تحديدا أكيد الواحد يتعرف على أشخاص يعني كثر سواء كان صديق جيد أو صديق سيء فشون نقدر نحدد أو هل هناك معايير لكشف صديق السوء ولا شوف يعني إذا نبي نتكلم عن موضوع أو فترة المراهقة بالذات يمكن هذه هي أصعب الفترات اللي ممكن التعب الأهل في موضوع صداقاته صداقات عيالهم المراهق نفسه يعني ما تعرض لي مثل ما تعرضوها الأهل حتى بالعمر يعني ما عنده تجارب دائما بالضبط وهذا العمر دائما يعني العيال يتخيلون دائما ينسجمون مع أعمار اللي هي نفس أعمارهم ودايما يحسون أن أهمة يعني أقرب للشلة لربعهم من الأهل فيصير دائما يعني كلامهم أنه إحنا يعني إحنا كأصدقاء وأهمة كأنه يصير نوعا ما في تحدي يعني مثلا يحسون أن أهمة دائما المراهقين ممكن كلنا نتذكر لما كنا مراهقين دائما نحس أن نحن مظلومين أهلنا قاعد يعني مثلا يصعبون علينا بعض الأمور وين نلجأ نلجأ لبعضنا يعني مثل واحد يفضفض للثاني فتصير كأنه هنا صارت مجموعة هنا قروب خارج العائلة طبعا والمشكلة أن المراهق ما يقتنع بسهولة أنك أنت تقول لهذا رفيجك مو شيء أو هده مستحيل يشوفه بنظرتك أنت فهو يأما في خيارين يأما أنك أنت مثلا تخلي مع هذا رفيجة ولكن تراقب من بعيد يعني تخلي أو تسمح لأنه يخوض التجربة لينما يحس أو لأنه هي بالنهاية الصداقة مواقف يعني لازم وأنه في يوم الأيام يطيح على موقف وليس شيء مع هذا الصديق فإما أنك أنت تسمح ليجرب وفيه وايد علماء بالتربية يفضلون أن نحن نتركهم يجربون ولكن نراقب من بعيد يعني ما نتركهم ونخليهم لا أتركه يجرب وممكن إذا كانت الشخصية إذا كانت شخصية المراحق نوعا ما يعني شخصية مرينة متقبلة لكلام ممكن أنا أنصحها وأقول له وممكن يعني إيه معايير الصداقة المفروض من البداية من الطفولة يعني الحين مثلا أنا بنتي عمرها ثمان سنوات من الحين أنا قاعد أقول لها مثلا إذا هذه يا ماما مات ناس بيتش يعني من إيه صغيرة قاعد أعطيها صورة عن الصديق لأن أنا أعتبر الصديق دوره مهم موايد في حياة الفرد فحلو أن من الإنسان منه صغير عنده فكرة شون أنا أختار أصدقائي صحيح طيب يعني فترة المراهقة الواحد يعني وده أن يكبر بسرعة وده أن مثلا يعني أتوقع فترة المراهقة يعني كلنا مرينا فيها فالأفكار أتوقع أنها ممكن تكون مشابهة لحد ما يعني ممكن وده يكبر بسرعة مثل ما ذكرت كذلك يكون علاقات مع أكبر من عمره يعني ممكن يكون عمره مثلا 17 أو 18 سنة ويرافز لواحد عمره يعني 30 أو 35 سنة هل أنت معه أو ضد هذه الصداقة تحديدا وهناك يعني فارق كبير بالسنة والله شوفوا أخي نمر يعني أهو الموضوع يتوقف حسب طبيعة الشخص اللي الأكبر سنة هل هو بالعكس أنا أحس ممكن يعني هذا الشخص اللي أهو أكبر بالعمر إذا كان شخص حكيم بالفعل ومثل ما يقولون يعني شخص طيب مو سيء ممكن بالعكس ينفع هذا المراهق يساعده لأن مرات المراهقين ما يفضفضون حقها لهم يعني ما يون مثلا أنا لما نتيب لي أم وتيب لي بنتها المراهقة لأن هي تعبت بنتها مو قاعد تبطل قلبها لأمها فإيه لما تقعد معاي ورغم أن أنا أكبر منها بالعمر لأهني هي رح تتكلم معاي في طريقة معينة أنا يعني أحاول أن طريقة معينة أن أتواصل فيها مع المراهقين في هذا العمر فيحسون بنوع من الارتياح فيقوم يفضفض يقول لي فبالعكس أنا حسة حلو إذا قاعد أقول لك كان شخص حكيم وممكن أن هذا الشخص ينفعه وممكن يكون لا العكس يعني ممكن مشكلة أن هذا كان العكس لو كان إنساء حكيم وهذه فرحة يطيئك يعني نصائع وهذا اللي هو ما أرى فيها لكن كان العكس هناك مشكلة إذا كان العكس سواء كان كبير أو صغير فهو بين الحالتين هو قاعد يدمر هذا الشخص يعني سواء كان الصديق من نفس عمره أكبر منه بس هو شخص سيء فهو بالحالتين هو قاعد يدمر ما قاعد يبني أكيد طبعا طيب يعني مثل ما ذكرنا مثل ما ذكرتي في كلامك تحديدا أنه يعني بعض المراهقين أو يمكن يعني النسبة الأكبر منهم ما يحب يفضف حقه هلا ما يحب يسولف حقه هلا يعني شغلات ممكن تكون خاصة فيه أو حتى يعني تذمر بشكل عام من الأكبر سن تحديدا في البيت بعضهم يلجأ حق منه حق الصديق ومثل ما ذكرنا نفس الطريقة أنه كان صديق سيء ممكن يعني يدخل فيه متاهة مع أهلا أو العكس صحيح لكن هل تتفقين مع أن هل مراهق هذا نفسه أنه عندما يروح ويلزأ حق صديق معين ويشرح يعني على حياته الخاصة أو حتى مشاكل الأسرية التي تكون في داخل بيته هل هذا يعني نقدر نقول عنه طبيعي أو زيين أو شيين يعني لا يعني في هذا العمر أحس أن الأفضل أن الأم والأبو يصيرون أكثر دكاء في أن أهم يحلون محل هذا الشخص الصديق الصديق اللي قبل شوية إحنا ذكرنا أنه حلو يكون في حياة هذا الشخص المراهق صديق حكيم في هذا العمر فهذا شيء جيد مثل ليش ما يكون الأبو في هذا الدور أو ليش ما تكون الأم في هذا الدور مع حياة بنتها فصداقة حلو وشون يعني هي لازم في شروط معينة في شخصية الأم والأبو تخليهم يقدرون أو يتمكنون للوصول لهذا الدور يمكن من أهم هذه الأمور أو من أهم هذه الصفات أنك أنت تحاكي هذا المراهق في عقل أهو يعني تنزل لاعق لو تكلمه وتحاول توصل لتفكيره على أقل تعيش زمانه تحب الأشياء اللي يحبها لأنه ما يحس أنه إيه والله صج هذا كأنه صديقي هذا رفيقي يعني فهني ما يحتاج أنه يتعبر عشان يدور صديق وبالفعل في هالحالات أنا شفتها مرة وحدة من الكستمرز عندي الأمهات يابت بنتها يعني بنتها بعد كانت صغيرة بس ما شاء الله أذهلني قوة العراقة أذهلتني بينها وبين أمها رغم أن البنت بالفترة المراهقة يعني كانت علاقة طيبة جدا يعني هذا البنت وايد أثرت فيني والأم بعد واصل لمرحلة من العلاقة أنه إيه هذا البنت الصغيرة ومحتاجة صديقات قاعد أقول لها من صديقات شي تقول أمي أنا أقول لها يعني أنت مجبورة عليها شيء ولا مستنسة قالت لا بالعكس قمة الوناسة أنا ويا الوالدة يعني شي حلو هذا إذا كانت مثلا الوالد أو الوالدة في بينهم علاقة وتوصل لمرحلة مثل ما ذكرتها بالضبط فأكيد هم عايشين تجربة من قبل أكيد أنه طبعا مستحيل أنه راح تعطيها مثلا أفكار أو حتى حلول لمشاكلها راح تكون سلبية فأكيد راح تعطيها قوة ودافع إيجابي حق الحياة طبعا أكيد طيب شون نقدر مثلا يعني نوصل هذه الفكرة حق يعني الأبو أو الأم من خلال طبعا تربيتهم لأطفالهم أو حتى الطريقة الصحيحة اللي نقدر ويقدرون طبعا يتواصلون فيها مع ابنائهم ويكونون هذه العلاقة الجيدة والإيجابية طيب بعمر مبتشر يعني مو يعني بيوم وليلة في عمر معين أفاجئ المراحق أصر أنا أبي أصر صديقتها ممكن تبلش مثلا من السبع سنوات شذي يعني تبلش هذا القرب فيه في وايد يعني يعني عايشين في بيت واحد بس ما أحد ما يعني الأم ما يدرون الأم ما تدري عن عيالها ولا الأبو نفس الشي يعني فحلو إن الإنسان يكون قريب مو فقط في يعني مثلا ممكن هم موفيري لهم حياة كاملة يعني ما ناقصها شي ولكن يمكن هذا القرب التتش الصغير بين الأم والأبو بين الأم والأبو والعيال هذا هو المطلوب أكثر من الماديات الثانية فمنه هو صغير يعني أكلمة أسئلة شنو صار معك في المدرسة قول لي عن هذه الأبلة شو قول لي مثلا عن هذا الشي من رحته اليوم سفره وين استانسته وين رحت شنو سويته هذا التفاصيل البسيطة تعلم الياهل أنه يقول كل شي الأم وتأثر فيه أكيد خصوصا في هذا العمر وحتى يعني بعد علماء النفس المختصين بالتربية أثبتوا أنه دائما طلب الأمور أو فرض الأمور على الأولاد ما تيب نتيجة فهو فيه أمور في هذه اللفة اللي حوالين الياهل نفسه يعني ممكن أنه أنا أقول له شيء بس مو هذا النصح الدايركت لأن الياهل لا يحبونا إحنا من الناس ما كنا نحب أنه نسمع أنه شيء ينفرض علينا ممكن أنا أقول كقصة في عمر معين ممكن أنه يرفض النصيحة ويقسها شوي ثقيلة عليك ممكن كقصة مثلا أقول لأنا مريت في هذا الموقف فإنت شرائك عضن الحل شنو كنت المفروض أنه أسوي هذه التجات البسيطة بالتربية للأمانة أنا مو مختصة وائد بالتربية اللي تخص أنا يمكن صوب أكثر شيء للطربات النفسية وشذي بس عندي خبرة لا بأس فيها فأحس هذه اللمسات البسيطة اللي يسوونها الأهل مع الأبو تبني شخصية مع الأهل الأباء والأبناء مع عيالهم تبني شخصية هذا الياهل توجه لهذا الطريج أن أنا أكون صريح مع أهلي أقول لهم كل شيء أخذ وأعطي معاهم ما أخش عليهم ما أحتاج أن أنا أدور على الشخص بره عشان أفضفض أكيد طبعا بالتالي أخذ نصايح جيدة ممكن تساعد حتى في حياته طبعا أكيد خلينا شو نطلع من موضوع الأطفال وتربيتهم ونروح على الزوجة هل تعتقدين مثلا تكوين العلاقة ما بين الزوجة وأهل وأهل الزوج تحديدا هل راح تساعد على استقرار الحالة الزوجية أو حتى الأسرية ما بين الطرفين طبعا أكيد يعني هي مو صادقهم هذي لأهلها بالنهاية يعني أهل زوجي أهلي وحلو أنها تربطها فيهم علاقة طيبة لا في البعض يقول مثلا أنها شوي يعني يأخذها شوي ثقيلة ممكن تفكير يكون غير ممكن يقول أن هذا الأهل زوجي أنا بفرض أبتعد عنهم يعني من هل يعني شوف أخوة بصورة عامة بحياتنا بالعلاقات أنا دايما أفضل أن التوازن الاتزان يعني لا أروح أكستريم ولا أبتعد حلو أن خير الأمور الوسط يعني أنا ممكن أن أرتبط معهم بعلاقة طيبة وأحترمهم وأتواصل معهم ولكن بحدود أن ما مثلا أتدخل في الخصوصيات وبنفس الوقت تقول لي أنا بعد حدودي الحمراء اللي ما أسمح مثلا أن شخص يتجاوز فحلو هذا العلاقة الطيبة بتشوف حتى مرات علاقات الأصدقاء على فكرة يعني شايف مرات دايما العلاقات الكلوز اللي ويد قريبة دايما تصير فيها مشاكل فيه علاقات نوعا ما شوي يكون فيها فيها خصوصية أحسها يعني من خلال خبرتي أن العلاقات اللي فيها خصوصية تنجح أكثر من العلاقات الكلوز دايما الخصوصية حتى مثل ما ذكرت فيها العلاقات لازم يكون هناك خصوصية للشخص نفسه أي حلو يعني لازم يكون شيء يعني بالنهاية لا إفراط ولا تفريض بكل أمور الحياة دايما الحل الوسط يكون أفضل بالضبط أي فيه كل شيء سواء كان حتى بالصداقة بالعمل فيه كل مكان نحن كنا خلق الله سبحانه وتعالى ويعتمد هذا الكون بالذات على التوازن كل شيء توازن في حياتنا في كل الأمور طيب هل هذا مثل ما ذكرت نحن قاعد سولف عن الزوجة وعلاقتها في أهل زوجها هل هذا ينطبق كذلك أيضا على الزوج مع علاقتها مع مع أهل زوجها بالضبط بالعكس يعني هي بالنهاية أهلها يعني أهلها ووالدتها بمقام والدتها فبالعكس يعني حلو العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل والتواصل بالعكس هل شيء ويد حلو أكيد طبعا طيب بشكل عام خلينا نسولف عن يعني علاقات الفرد نفسه في مثلا خلينا نسولف على العمل مثلا نعم علاقاتها في وسط عمله هل يعني تعتقدين أنه لما يصادق أحد من العمل يكون هو صديقة لكلوز نقدر نقول أو الصديقة المقرب اللي يقول له أسراره ولا هذا لأن عشان مثلا وظيفتي أتحد عليه أنه فقط أنه يكون صديق صديق عمل وانتهى الموضوع ولا حتى ممكن تقدر تطور هذه العلاقة وتخرج يعني فوق إطار العمل وبالتالي أبدأ يعني أقول له أسراري أقول له مشاكلي وحتى يعطيني 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 نصايح هل تعتقدين هذا هذه النوع من الصداقات تحديدا هي جيدة للشخص نفسه والله يعني أنا الآن أتكلم نوعا ما بس ما أبي أعمم بالنهاية في حالات فردية أكيد طبعا بس بصورة عامة يعني أنا أحس علاقات العمل نحن نقول البعض إي علاقات العمل ما أحسها يعني تصل إلى يعني مرحلة العلاقات القوية يعني دائما لأن العمل يكون عمل وأفضل أن الشخص دام وهو يعني مثلا في مكان العمل أحس أن الأفضل أنه يكون في حالة يعني علاقات زمالة مع الأشخاص لأن بالنهاية دائما بيئة العمل تشجع أو تساعد على شون يعني أن شخص مثل ما يقولون هذه المقارنة أن يصير بينهم مقارنة يصير بينهم نوعا ما مو أهل غيرة بقدر ما أنه يعني شون تصير لازم تصير بينهم هذه المشاعر فالأفضل أنه يكون زميل في فترة العمل وانتهى العمل خلاص أنا عندي أصدقائي اللي بره فأحس أن يعني يعني أصدقائي العمل أحسهم يعني بروح والبرة بروح أنا من جهة نظري هذا يمكن غير مجرب يعني صداقة عمل والحين قوية ووصلت معهم مراحل متقدمة ممكن هالشي جائز إي جائز نحن نقول طبعا ما نعمم نقول كل قاعدة أكيد لها شواذ في صداقات أو حتى في أصدقاء العمل مثل ما ذكرتي ممكن فيه علاقات تكون ناجحة وبالتالي أكيد يعني في الجانب الآخر أن علاقات ممكن تكون سيئة لكن خلينا نسؤوله في معايير الصداقة الصحيحة أنا قدر نقول فهل هناك معايير محددة للصديق الجيد طبعا يمكن أهم شيء هو التواصل يعني الصديق لازم يتواصل يعني ما يصر أن أنا يعني صديقة بس أنا ما أدري عن رفيشتي شنو اللي صار معاها يعني هي مثلا شنو ممكن أن أنا مثلا أساعدها في طبعا التعاون أكيد يكون بيناتهم حلو أن الشخص مثل ما يقولون يمكن إحنا كلنا عارفين هذه المقولة اللي يقول الصديق وقت ضيق أكيد يعني في الأمور الصعبة أكيد أول شخص أفكر فيه هم الناس اللي قراب علي اللي هم أصدقائي فأكيد يمكن صعب أن أنا أطلب أو هو يشوفني في هذا الوضع وما يقدم لمساعدة يعني شفايدة الصداقة فهي نقدر نقول هي تغذية روحية هي معنوية وممكن أن تكون يقدم لشيء مادي لو أنا احتش في يوم من الأيام بنفس الوقت من أهم الشروط أن أنا أتقبل هذا الصديق أتقبله يعني ما أحط له شروط لشخصيته بالنهاية ما في شخص يغير شخص يعني ممكن أنه يؤثر فيه دائماً الشروط في كل في كل علاقة يعني شوي تكون صعبة على الشخص الثاني إذا حطتني مثلاً شروط أنت لازم يكون كذا لازم يكون كذا شوي حتى العلاقة تصير فيها يعني متوترة ممكن ممكن أنا أتقبل ولو أنا مثلاً من باب النصيحة ومن باب الحرص على هذا الشخص أن أنا شايف في صفة معينة مو شايفي وأحس أن لو هو يعني يغيرها للأحسن ممكن أن أنا مو أحاول يعني ما أخليها الشرط لصداقتي معه بس ممكن أن أنا أؤثر فيه أسعى لتغييرها ممكن إيه أؤثر فيه يعني بالنهاية لا يغير الله نفساً يعني لا يغير الله قوم حتى يغيروا هما بأنفسهم في النهاية أنا ما أقدر أغير أي شخص يعني حتى عيالي ما أقدر أغيرهم وأؤثر التأثير هو الحل وإنما التغيير يبقى على الشخص نفسه فحلو أن أنا أتقبل هذا الصديق بدون شروط التعاون التواصل الثقة عدم إفشاء الإسرار مو أول ما أنا أصر بيني وبين مشكلة أروح أطلع كل إسرارة وهي سبحان الله قاعد أقول لك هي الإنسان دائماً الحياة أو الوقت أو التايم هو اللي يفلتر العلاقات فالإنسان اللي داش يمثل علي أكيد في يوم الأيام رح يطيح بموقف معين أو ينكشف ليه أو ينكشف ما يقدر يمثل طول عمره صحيح والعلاقات الجادة رح تستمر لأن هي علاقات يعني علاقات صحيحة وعلاقات صادقة والصداقة تأتي من الصدق فيمكن الأساس هو الصداقة أساس الصداقة هو الصدق والاستمرارية فهذا أتوقع يعني العلاقات ما تحتاج أكثر منها الأمور البسيطة اللي هو التواصل الاهتمام طبعاً أكيد يعني لما أنا يكون أحتوي هذا الشخص من أحس التعبان بنفس الوقت ممكن أن أنا أفرح له لمن يكون هو في حالة مثلاً تقدم أو تطور ما أحقد عليه ولا أغار منه بالنهاية نجاحة وهو نجاحي وبالأخص إذا أنا تربطني في علاقة روحية فأتوقع أن هذه الأمور هي مهمة في الصداقة يعني من صفات الصداقة الناجحة أكيد طبعاً كلمة خيرة بدت توجهنا عشان نخطف هل قال مميز صراحة والله شوف يعني أنا أحس أن الصداقة وايد مهمة بحياة الإنسان وتوفر لدعم نفسي كبير يعني إحنا وايد الحالات النفسية التعبانة أنصحهم أن يكون عندهم صديق وعشان أنا يعني أخلي هذه الصداقة تستمر قدر الإمكان أن أنا مثل ما يقولون أعطي أعطي وبنفس الوقت أحاول يعني قدر الإمكان أن أنا أعيش لحظات السعادة مع هذا الشخص القريب مني وماشي الحياة فحلوة يعني حلوة الحياة بالصداقة تعطي سعادة أكيد طبعاً عنده دائماًا الصديق سيكون يعني واقف يوم صديقة سواء كان بأفراحة بحزانة ممكن يعطيه يعني دافع للنجاح كذلك أيضاً يعني يساندب كل شي فبالتالي أن صداقة بشكل عام هي أمر جيد وإيجابي حق الشخص نفسه ببطل كل الشكر لت أستاذة منال السعيد يعطيش ألف عافية على حضورة اليوم طبعاً مشاهدين الكرام بعد هذه الفقرة بطلع إن شاء الله فاصل بيصير وردي لكم بعد طبعاً هالفاصل أكيد عندنا فقالتاني شكراً